من حين لآخر يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه في مواقف تجر عليه انتقادات كثيرة هذه المرة تصريحات جديدة نسبت لها وصف فيها مهاجرين من بلدان إفريقية ومن هايتي بأنهم ينحدرون من حثالة الدول الأمر الذي أثار تنديدا وغضبا داخليا وخارجيا في الولايات المتحدة انتقد الكثير من المشرعين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين تصريحات ترامب ووصفوها بالعنصرية وأكدوا أن ما يقوم به الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لا يقبل بالقيم المدرجة في دستور البلاد وخارجيا وصفت الأمم المتحدة تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها صادمة ومعيبة وعنصرية مفاوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كذلك تقول إن كلام ترامب عنصري واعتبرت أنه لا يمكن وصف دول بعبارات مسيئة فقط لأن سكانها ليسوا من البيض هي تصريحات صادمة ومخزية من رئيس أمريكا آسف لكن لا توجد كلمة أخرى يمكن أن يستخدمها المرء سوى عنصرية لا يمكنك أن تصف دولا وقارات بأكملها بأنها حثالة لأن سكانها ليسوا من البيض وبالتالي فهم غير مرحب بهم وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا يوم الخميس المنسرم إلى عدم استقبال مهاجرين من هايتي ومن بلدان أخرى إفريقية وصفها بالقذرة وذلك خلال اجتماع مع نواب من الكونغرس الأمريكي حول ملف الهجرة ترجمة نانسي قنقر